كل سنة وحركوا طيبين أيام قليلة بتفصلنا عن المولد النبوي الشريف وما فيش شك أن حلوة المولد اللي هي واحدة من أهم الأكلات اللي بينتظرها المصريين وبيستمتعوا بعمالها كل سنة علشان نجمع أطفالنا على هذا الاحتفال الاحتفال الخاص بالمولد النبوي الشريف ما فيش شك أن هي تعتبر تقليد مصري قديم جدا ومرتبط بهذا الأيد حلوة المولد خلينا أقول لحضراتكم نشأة تاريخية عنها أنها بدأت نشأتها من قرون طويلة جدا بدايتها كانت عبارة في البداية يعني عن شوية مكسرات وشوية عسل ولكن مع تطور الوقت تطورت أشكال حلوة المولد بألوان متنوعة من السمسمية والحمصية وكل سنة بيبدع المصريين في حاجة جديدة والحقيقة أن حلوة المولد بقت رمز للبهجة ورمز للفرح وسط العيلة ووسط الأسرة وهي علامة من علامات تجمع المصريين في هذه المناسبة الدنيا لكن اللي عايز أقوله برضو أن يعني عشان نكون حلوة المولد لازم نكون حاضرين جدا وإحنا بنا كله لأنها هي قنبلة موقوتة من السكريات هي سكر مضغوط بمنتهى الشفافية يعني عشان بس نبقى واضحين هتقولي أن البتاع اللي متحط عليها شوية سمسم من فوق اللي هي البتاعها دي كلها سكر أقولك آه الحاجات الثانية هتقول لي مش سكر هقولك لأ يعني أنت لو بسطت مثلا للفولية الحاجات اللي ما بين الحباية الفول السوداني والتاني عبارة عن إيه إيه اللي بيمسك السمسم في بعضه كل ده سكر وسكر شربات سكر مضغوط والسكريات زي ما حضراتكم عارفين كارثة غذائية مليانة أضرار صحية ومشاكل لا حصرة لها وهنا لازم نحذر بلاش إفراد كتير في أكل حلوة المولد يعني ناكل قطعة أو اتنين بالكتير قوي ونخلي بالنا أن الإفراد في أكلها مع أولادنا وأطفالنا هيبقى ليه تأثير صعب جدا أنا بحكلم يعني لو الطفل بتكلم في السنان بنتكلم في دورته الدموية بنتكلم في أشياء كتير لو الناس الكبيرة في السن كذلك اللي نحذر من الناس اللي عندها السكر غيبوبة السكر كل ده بيترتب عليه إشكاليات وتحديات صحية ملهاش لازمة ما بنقولش ما ناكلهاش زي كده ما بنقول في شم النسيين ما بنقولش ما ناكلش في سيخ ناكل ولكن حاجات صغيرة نستمتع ولكن نراعي برضو فاعتبرنا الاعتدال الاعتدال ثم الاعتدال هو يعني أفضل حاجة امسكوا العصاية بالنص بلاش مبلغة بلاش في الريحة وفي الجاية كل دقيقة نفتح العلبة وناخد حتة ونتسلى بيها معدل التوازن نطلبها جدا في القصة دي علشان نحافظ على صحيحنا علشان نستمتع بهذه المناسبة الدينية وخلينا أقول برضو الاطفال مهم جدا 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 ياخدوا بالهم من القصص دي والأمهات يعني ممكن فيه أمهات كتير جدا على السوشيال ميديا بتشتك من موضوع الإفراط في أكل حلوة المولد للأسف مكتوب من شكاوى على لسان الأمهات بسبب إفراط أطفالهم في أكل حلوة المولد وبيوضح ده انه هم مش قادرين الأمهات تظبط معادلة التوازن مع الأطفال لا يا جماعة القصة كبيرة والقصة مش مش مرتبطة فقط بأضرار ليها علاقة مثلا بوجع الأسنان بالنسبة للأطفال أو خلافه لكن الإفراط فيه أكل السكر بالنسبة للطفل بيخليه يقز بشكل كبير جدا يعني هو بيعادل الكافيين بالنسبة للبالغين لإطراء الإفراط في أكل السكر على المدى الطويل بيسبب مشاكل في القلب أشياء كتير جدا يمكن حنتكلم عليها النهاردة في فقرة خاصة من صباح الخير على مصر حنقش فيها كيفية تناول حلاوة المولد إزاي نحتفل بيها بطريقة صحية بطريقة منضبطة بطريقة آمنة علينا وعلى أمهاتنا وأبهاتنا وعلى أطفالنا كل الأسرة المصرية لو عايزة تاكل تاكل ولكن إزاي نخلي بالنا من الاعتدال في هذا الأمر ونبدأ بإيه ونتجنب إيه دي أشياء كتير يعني حنتناولها بالتفصيل ففقرة خاصة من صباح الخير يا مصر حولين أكل حلاوة المولد بنصبع على حراككم مرة تانية صباح الفل والسعادة والبهجة على حضراتكم وصباح الخير يا مصر